اشتركوا في القناة منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل نحو اربعة عقود واكدا معاليه ان افتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في بروكسل سيسهم في تعزيز هذه العلاقات واستثمار كافة الفرص المتاحة للمضي بالتعاون الثنائي الى افاق ارحب بما يقدم مصالح البلدين ويدعم اهدافهما في ترسيخ السلام والامن والاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيدين الاقليمي والدولي واعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة عن شكره وتقديره لمعالي السيد دييرايندرز وجميع العاملين بوزارة خارجية مملكة بلجيكا على تعاونهم الذي ساهم في تحقيق هذا الانجاز وافتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في بروكسل الذي سيكون له دور مهم في توطيد علاقات مملكة البحرين مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة حلف شمال الاطلسية النيتو وانوها معالي وزير الخارجية بجهود سعادة الدكتورة باهية جواد الجيشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وممثلتها لدى الاتحاد الاوروبي ودوقية لوكسنبورغ الكبرى وجميع العاملين بالسفارة والتي توجت بافتتاح المقر الجديد متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد من جانبه عبر معالي سيد دييرايندرز عن اعتزازه بحضور افتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في بروكسيل مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها المضي قدما في تطوير العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا على المستويات كافة وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر